السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة ايطاليا وتركيا ايه الجمال والدلال ده يا اتزوري ايه المتعة الكوروية دي يا منشيني بصوا يا جماعة يعني انا عايز اقول لكم حاجة بس بس بسيطة جدا ايطاليا مش بس كسبت تركيا النهاردة ايطاليا حققت كزا رقم النهاردة وايطاليا عاملة رقم اصلا قبل ما تخش المباراة دي زاد يعني فيه ارقام بالنسبة لليورو ايطاليا عملتها النهاردة وفيه ارقام تانية ايطاليا عاملها زودتها النهاردة فيه جمال في الملعب فيه شكل تكتيكي هجومي ودفاعي غريب وعجيب من منشيني منشيني اللي استلم فرقة شبه منتهية استلم منتخب مفكك مقدرش يسعد كاس عالم استلموا وهو خلاص الناس كلها بتقولك ايطاليا قدامها سنوات وسنوات عشان تقدر تبني منتخب جديد المنتخب الايطالي عصر انتهى وقدر بسياسة معينة والسياسة الاحتلال والتجديد والتدوير انه هو كان بيحضر ثلاث تربع المباريات الايطالية في الدوري الايطالي او اي دوري اخر لو فيه اي لعيبة بتلعب في دوري تاني مش شرط يكون بيحضرها في الاستاد ولكن بيتابعها جايب مساعدين مخصصين لده بيتابع كل اللاعب بيشوف ايه عيوبه وايه مميزاته بيشوف عيوبه عشان يصلحها مميزاته عشان يطورها وقدر في وقته قصير جدا انه يخلق جيل جديد من اسلوب اللاعب الغير ايطالي ايطاليا حاليا مش بتلعب بنفس اسلوب لعب ايطاليا القديم افل دفاعات اقوى دفاع في العالم افل 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 خمسة اربعة واحد وارقام غريبة ولعب عن مرتدة لا ايطاليا بقت تهجم ايطاليا بقت خطر ايطاليا بقت فيها لعبة سريعة ايطاليا بقت عندها قدرة تكتيكية وتنوع في الخطط عالي فاستأذنك قبل ما نخش في باقي التفاصيل وباقي الارقام اللي اتحطمت ونتكلم عن مباراة ايطاليا وتركيا لو انت اول مرة تشوفني وحابب تتابع كل تفاصيل والطورات اليورو عشرين عشرين اللي بتلعب في سنة واحد وعشرين اشترك في القناة وفعل الجرش عشان وصلاة كل جديد واعمل لايك على الفيديو ومستنيت عليك وازن الله وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ايطاليا بماتش النهاردة يبقى بقالها تسع مباريات ما خسرتش ولا ماتش واحدة واحدة كده وركز معايا ايطاليا مع منشيني في اخر تسع مباريات سواء ودية او رسمية ما خسروش ولا ماتش كسبوا التسع مباريات جابوا تمانية وعشرين جون واسمع دي اسمع دي اسمع دي كلين شيط كل المباريات ما دخلش في مرماهم في اخر تسع مباريات ولا هدف ايوة انت سمعت صح ولا هدف بغض النظر ان الناس بتشتكي من دفاع ايطاليا وبتقول ان الدفاع ايطاليا خلاص شبه منتهي بونوتشي كليني ناس كبيرة في السن قلبين دفاع ايطاليا كبار في السن ولكن قادر منشيني انه يخرج اقصى ما عندهم واكبر ما عندهم بيحولهم في الملعب لاتنين شباب لاتنين عندهم حيوية وحماس اتنين تشوف لهبهم غير سنهم اه في بطء في التحضير منهم اه في بطء في السرعات ولكن قادر انه بالاتنين الخبرة دول يخلق خط دفاع قوي صلب لايطاليا بالتعاون مع البكات وبالتعاون ايضا مع ان خط الوسط الايطالي بيرجع يقفل في الدفاع وايطاليا كلها توتل الفريق كله بيتحرك مع بعضه الحداشر لاعب بالحارس يعني تلاقي الحارس طلع لغاية منطقة التمنتاشر وعدة التمنتاشر وقف في تلت الملعب وهم بتحرك كلهم ناحية الهجوم ناحية الدفاع كله بيرجع يرد تاني يمكن لغاية نص الملعب ويقفلوا دفاعات كلهم بيتحركوا كالكتلة واحدة طيب ده بيتطلب ايه ده بيتطلب غير الزكاء الخططي والحفظ التكتيكي من اللعيبة لكل دور لكل لعب في كل مربع وزون في الملعب بيتطلب ايضا احترافية كبيرة جدا جدا في التعامل نفسيا مع زهن وتركيبة عقل اللعب اللي قدامك من المدرب منشيني بيتطلب يعني قوة بدنية رهيبة جدا وكبيرة جدا من المعد البدني اللي لازم يمد بيها لعيبة ايطاليا لازم يعودهم انه هم يضعفوا مجهودهم في الملعب يجروا اكبر من قدرتهم وده اللي بيحصل فعلا من المعد البدني طيب ايطاليا النهاردة يعني لما سجلت تلاتة صفر في المباراة افتتاحية لليورو المفروض الرقم ده هي حطمته او جابت رقم جديد في اليورو وهو اعلى فارق اهداف في مباراة افتتاحية في تاريخ اليورو واكبر نتيجة لايطاليا تكسب بيها حد في اليورو ويعتبر ان النتيجة دي تخلي ايطاليا بدري بدري تدخل في اجواء المباراة تدخل في اجواء اللقاء من الشوط التاني وتدخل في اجواء البطولة بدري بدري ايطاليا النهاردة شوطت تسعتاشر شوطة على مرمى تركية حداشر افتارجت تمانية اون تارجت التمانية اون تارجت دخل منهم تلات اهداف هدف طبعا من المدافع ديمريل لعب اليوفي عكسي عن طريق طبعا براردي اللي كان النهاردة عامل مباراة اكثر من رائعة وايضا خطأ من شيرو اموبيلي وايضا عفوا هدف من شيرو اموبيلي وهدف من انسيني ارتو بلاي ستيشن بص ركنة كده ملعوبة 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 ايضا النهاردة تركيا ما شاطتش ولا شوطة على مرمى دوناروما ولا شوطة تركية شاطتها زيرو زيرو ما فيش ما شافوش دوناروما اصلا ما شافوش شكله زيرو تماما استحواز لايطاليا يا كاد يقارب الخمسة وستين في المية وتركيا مش قادرة تمسك نص الملعب كانت نازلة مستسلمة تماما ايطاليا قدرت انها تحاول الشوط التاني كله لمجرياتها كان فيه في بعض الاوقات تيكي تاكا ايطالية وده اللي بقول ان هو مختلف عن كرة القدم الايطالية كرة القدم الايطالية لا تعتمد في اسلوب لعبها على التيكي تاكا على الباص السريع على الكثافة الهجومية اللي شفناها النهاردة شفنا لوكاتيلي شفنا بيراردي شفنا انسيني شيرو اموبيلي يعني كان فيه كسافة رهيبة طيب دلوقتي عندنا لوكاتيلي ده خط ورسط من طراز فريد طراز تقليدي لعيب متميز بيراردي وينجريت من طراز رفيع اموبيلي مهاجم بيتحرك بطريقة اكثر من رائعة اللي احتياطي بتاعه بيلوتي مهاجم اكثر من رائع يعني بيرارديسكي نزل كيزا نزل يعني اللي بتكلم فيني ايطاليا يا جماعة اصبح لديها فريق اساسي وفريق احتياطي مفيش بينه وبين الاساسي فريق كبير يمكن انا في اول بطولة اليورو اول ما تكلمت عن اليورو حتى عندي على سوشيال ميديا توقع تفوز ايطاليا بيورو عشرين عشرين وقدينا في بشرة خيرة هو اتمنى ان ايطاليا تفوز بيورو عشرين عشرين بتنسوش تقولي توقعاتكو في الكومنتات ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم